بعد مضي 13 شهرا على تشكيل حكومة الكاظمي فان البرنامج الحكومي الذي قدمه لم يتحقق منه سوى نحو 50% بسبب مناصبة قوى سياسية وجماعة مصلحة العداء للحكومة وتخشى تلك القوى اي نجاح لحكومة الكاظمي كونه دليلا اخر على فشل ادارة الاحزاب الاسلامية التي تولت الحكومة السابقة باعتبار ان الكاظمي لا يمثل اي جناح سياسي او ديني وخلال عام واحد وجه الكاظمي تحديات كبيرة ادارها بحكمة لا سيما ما يتعلق باعتقال قاسم مصلح الا ان الكاظمي حقق خطوات في تتبع الجماعات المسلحة التي تهدد البعثات الدبلوماسية في المقابل تمكنت حكومة الكاظمي من تطوير علاقات العراق مع الدول العربية والمجتمع الدولي وطرحت نفسها وسيطا لحل المشاكل بين الرياض وطهران وهو امر لم يستطع رؤساء الحكومات السابقين فعله ومما يحسب لحكومة الكاظمي هو تشكيل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق احمد ابو رغيف التي تمكنت خلال عشرة شهور من اعتقال اكثر من ثلاثين شخصا متهمين بقضايا فساد كبرى وفي ملف التظاهرات الاحتجاجية اطلق الكاظمي مشروع مصالحة مجتمعية وحوارا بين الحكومة والمتظاهرين فضلا عن قيامه باطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين الابرياء كون التظاهرات حق مكفول دستوريا ويبقى اصرار الكاظمي وحكومته على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر واحدا من اهم انجازات حكومة الكاظمي سيما بعض الطلب الحكومي من مجلس الان بالرقابة على الانتخابات